اشتركوا في القناة 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 البطاطا هذه المادة التي تعتبر عنصراً رئيسياً على موائد الجزائريين ويستهلك الفرد الجزائري مادة البطاطا بكمية تفوق معدل الاستهلاك العالمي بثلاث مرات حيث تقدر كمية الاستهلاك بأكثر من 111 كيلوغرام سنوياً للفرد الواحد مقابل متوسط استهلاك عالمي قدره 31 كيلوغرام بعملية حسابية اذا اعتمدنا 111 كيلوغراماً كمية استهلاك الفرد الجزائري في السنة و43 مليون نسمة عدد سكان الجزائر نجد أن الجزائريين يستهلكون أكثر من 4.7 مليون طن من البطاطا سنوياً تشير الإحصائيات أن الجزائر تنتج حوالي 5 مليون طن سنوياً يتوزع انتاجها عبر 38 ولاية وتحتل ولاية الوادي الصدرة في انتاج محصول البطاطا بمجموع 1.2 مليون طن تليها مستغانم وعين الدفلة بـ 0.5 مليون طن لكل ولاية ومعسكر بـ 0.2 مليون طن وتقدر المساحة المزروعة بـ 180 ألف هكتار تتركز أغلبها في الوادي مستغانم عين الدفلة ومعسكر وتتربع الجزائر على قائمة منتج البطاطا عربياً وإفريقياً وتحتل المرتبة الخامسة عشر عالمياً سنين تعدى تمانينات وين ما كانت إنتاج كبير هنا وين كنا ما نتعدى وين كنا نتعدى مليون طن ديهاي وين كان مام المردود وين كان ما يتعدى حتى المئة وعشرين قنطار يعني سنة التسعينات حتى سنة الفين وين طلع يعني الإنتاج والمردود وين طلع حتى المائتين قنطار في الهكتار لكن ما بعد وين الدخلت يعني وين كانت المرافقة تعد دولة من سنة 2000 ورواحة 2010-2020 كانت مرافقة تعد دولة يعني مباشرة من المهنين أصبح يعني المرضوك تعد البطاطا وصل حتى لموين تعود أقوله معدل العام وهو 310 قناطر يعني وهذا يعني مجهود كبير من عند منتجين البطاطا المستوى وطني من هذه المعطيات أصبح سعر البطاطا مهما بالنسبة للمواطن الجزائري صاحب الدخل المتدني ويكفي أن كيلوغراما واحدا من البطاطا يقدم ثلاثة أطباق من الفريت أو أربعة أطباق من الفريتوملات التي تعتبر من الأطباق الرئيسية في أغلب البيوت والمطاعم الجزائري ومن هذا المنطلق أصبح سعر البطاطا خاضعا لتقنين غير رسمي عند المستهلك في حدود الأربعين إلى الخمسين دينا في هذا التحقيق أردنا معرفة كل ما يتعلق بهذه المادة من تكلف الحرث، الزراعة، الأسمدة، البذور، الشحن، البيع على مستوى أسواق الجملة والتزئة وما هو المعدل الإنتاجي في الهكتار حتى نعرف قيمة تكلفة الكيلوغرام من البطاطا في الجزائر ونعمل مقارنة بين سعر البيع وسعر الشراء ومن المتسبب في وصول الأسعار إلى عتبة المائة وخمسين دينار ومن يقف وراء الارتفاع الفاحش للأسعار ومن يتحكم في أسعار هذه المادة وهل هناك حقا مضاربة أم أن أمورا أخرى دفعت الأسعار للوصول إلى رقم قياسي شعلت النار، شعلت النار، بطاطا 9000 وشوه هذا؟ رأنا في بلد الخضرة وبلد الخير على هذا الشيء، علىه يشوف الشعب الشعب مسكين وزوالي وفقير البطاطا غالية، كما تشريح تبيح عند الفلاح تشريح 10 ألف، بقنا 10 ألف البطاطا كين ملح ديش النفو وولي 10 ألف فراك البطاطا مكسنا وراي البطاطا مكس البطاطا صنا، غالية الارتفاع الجنوني لسعر البطاطا مع العلم أن النظام ضبط المنتجات سيربالاك للتخزين والتبريد الذي استحدث سنة 2008 يهدف إلى تخزين الفائض من الانتاج الوطني للبطاطا وتزويد الأسواق بالمادة خلال فترات الانتاج غير الموسمية والتي ينقص فيها العرض مقارنة بالفترات الموسمية يمنح هذا النظام للمخز الاستفادة من 1.8 دينار شهريا على كل كيلوغرام من البطاطا الموجهة للاستهلاك و0.75 دينارا على كل كيلوغرام من البطاطا الموجهة للزراع لمعرفة الخلال أردنا التواصل مع كل الحلقات المباشرة في إنتاج البطاطا بداية من الفلاة الغرف الفلاحية التخزين المسؤول عن نظام الضبط التجار والأسواق ترجمة نانسي قنقر في بداية هذا التحقيق تنقلنا إلى ولاية الوادي التي تبعد بستمائة وثلاثون كيلومترا شمال شرق الجزائر العاصمة أكبر الولاية إنتاجا للبطاطا بقيمة 1.2 مليون تون بمساهمة بلغت ثلثة الإنتاج الوطني بالتحديد صوب منطقة ورماس للوقوف بأنفسنا على حقيقة تكلفة إنتاج البطاطا والتحري عن السعر الذي تباع به لتجار الجملة البطاطا نتحضر نتحضر الساعة أول حاجة بالنسبة للهكتار بصفة عامة بقداش يستقام اليوم روي الهكتار روي يستقام على الأقل بـ 120 مليون هذا أخر شي قبل كان يستقام حوالي 70-60 مليون اليوم أسعار الأسعار تعال كل شي روي زاد الأسمدة زرعة زرعة اليوم 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 في حداتها اليوم زرعة تبعت بصم 11.000 البطاطا لازم تتباع بثلثة لازم تتباع بربع لاف لازم تتباع بخمسة لاف ما كيش منها هذا حديث بطا ما فلاحة هاتة واحد بصوم هذا الأسعار اللي ريت نتحط عنها اليوم اليوم البطاطا ريت تايحة هاي بخمسة لاف وخمسمية الفلاح روي تقريبا خارج هوية هانات روي خارج هوية قد قد خمسة لاف وخمسمية روي سعر ميت بالنسبة للأسعار تعال بذور وتعالوزم بالتالي راحين في الموسم القادم تقعنا أكسيدو نارت عن خمسة لاف وستة لاف البطاطا عليه لأنه اليوم الفلاح الهكترية رح تنقص بش تلحق البطاطا المواطن بخمسة لاف وخمسة لاف وخمسمية وستة لاف لازم يتعين نقصنا في في الانجري والزرعة ويدرنا الدعم يخلينا الفريقوات فارغة الترسيتي البيستيت المزوط يعطونا الدعم المزوط للفلاح والفلاح الفلاح يقعد كما هاك خاسر تلحقها البطاطا لثلاثين لاف اللي ما عاشت عام زوز تلاثة الواد الواد تحبسها الورك رايح بها طريقة كما هذي تعود البطاطا تعود البطاطا يشري فيها المواطن بثلاثين لاف ومستبنها مش بخمسة لاف وكرهها الهكتار يكل حتى على حسب كل فلاح وخسارتها يحب يدلل مش جيسة العفور وكي اللي ما يحب يدلل جيسة العناقصة قد ما تصرف قد مية وعجرين مية وعشرين مية وثلاثين حتى الى مية وربعين مليون حك إلا تحب الزيت تصرف تصرف باش تخرج لك سلع عفور صاد يبون وذرك كما سبت عاشتا هذي بيفو يخرج ميتين حتى الميتين وخمسين غنطار كتعود تصرف عنا مية وعشرين مية وثلاثين مليون وتبيعو كربع آلاف والله بربع ونص والله حتى الخمسة آلاف فرق الطيح باس باس تودا رحمك ما عندك مديل مديل بيها ولو يقول لك البطاطا غالي يعني ما عندنا حتى علاقة بالبطاطا ضرك التاجر عنده بيناء الفرق والا خمسين مية فرق تتعو مول الطابلة يروح يزيد لك ألفين فرق مريع في الطابلة تتعو في الكرسي ويقول لك فلاحو اللي يربح فيها كرسي أرواح ويتشوفه رانا من ربعة تاع الصباح ثلاثة ونص داع الصباح وإحنا في أحد الميزان نستلنا ويدخل الشانط يدخل مريع الكام يدخل وهذا كلها كنتشوف فيه قلي كنا في الألفين خلصوا بستين ألف القنطار اليوم رانا خلصوا باثناشر مياه باطا كنا نبيعه بثالثالاف اليوم رانا نبيعه بألفين الماضي تكون خلصوا بستين دور وبربيعين دور رانا خلصوا بثالثالاف تركتور كنا نجريه بمئة مليون شريتونا بمئة مليون قبل ثمانينات قبل ثمانينات اليوم رانا نجريه بمربع مليون حسبيا يكلف زراعة هكتار واحد من البطاطا في المتوسط مئة واثنى عشر مليون التكاليف توزع أربعمائة وخمسون ألف دينار للبذور أربعمائة ألف دينار يد عاملة زراعة ورعاية وجني مئة وخمسون ألف دينار للأسمدة خمسون ألف دينار للرأي عشرون ألف دينار للطاقة وخمسون ألف دينار للتكاليف الأخرى إنتاج البطاطا يكون في المتوسط 310 قنطة عند تحويلها للكيلوغرام نجد 31 ألف كيلوغرام قسمة مليون و120 ألف دينار جزائري على 31 ألف كيلوغرام نجد أن السعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا يساوي 36.12 دينار بعد معرفة سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد من البطاط تمر عملية البيع قبل أن تصل لتاجر الجملة على الوسيط الذي يقوم بربط الفلاح بتاجر الجملة ويوفر للفلاح والتاجر عمال الجني والشحن لنقل السلعة في مركبات النقل العمومي في العادة يتحصل الوسيط على كل شاحنة سعة 150 قنطة على مبلغ 5000 دينار بينما يتحصل عمال الجني والشحن على 150 دينارا على كل قنطة و5000 دينار مستحقات نقل المنتج من الحقل إلى الشاحنة و3000 دينار أتعاب الشحن في المركبة على أن يدفع الفلاح تكاليف الجني والنقل نحو الشاحنة ويدفع تاجر الجملة تكاليف الشحن والوسيط بعد معرفة سعر التكلفة الذي يتراوح في المتوسط 36 دينار نضيف له الأتعاب المبينة في الصورة إضافة إلى هامش ربح الفلاح فنجد أن الكيلوغرام يباع بسعر 45 دينار كان الواسط لي وصلنا إلى الفلاح 500 ألف وكان لي صار جاء 600 أم إلى 700 ألف نجوه للصباح كي ما نقوله الرابعة نوضغل ثلاثة ونص ولا ثلاثة واربعة كي ما نقوله نوجده الواحنا في الدار ونخرج من الدار الرابعة رابعة يسمى عندنا توقيت مواحد نخرجوا للربعة نخرج ونجوه هنا ساعة ساعة في طريق ساديبون نجوه هنا نشعله هذه النويرة ونجوه نسخن شوية ونطلقه توكله على ربي هنا ونبدو نبدو دعم ما نقوله كان البرد وكان المعاناة وكان بصح نحنا كي ما نقوله نديره حتياطاتنا نربس ومليح وكل شو ومع ذلك كي ما نقوله كان المعاناة عاد لي ثلاثة سنين نظرك من قبل ما نكون طالب جامعي نختم فعل هاد بيت نضع الرابعة أصباح نرجع الـ 11 للدار الـ 12 ساديبون شحال دخلك داك في اليوم في اليوم ميتين ميتين وخمسين كنا نقلع في البطاطا وهنا نصرجه ونهبطه في الكاميو والله هذا هو وكل نهاره براكته وانا نعانو وش راح تدير أنا مع المعاناة هذه هي الحياة كتبها النا ربي كما هكذا وهذه هي والفلاحة ومعطا عطاهم ومعانو وحنا رانا نعانو وما كي ما نقوله كي ما العام هذا نورمان مو راهب بسبعة لاف ستة لاف البطاطا يخي نورمان مو يدروننا القنطار بعد مرحلة انتاج البطاطا وخروجها من الحقل بتتخل الوسيط عمال الجن والتعبئة يأتي دور تجار الجملة بحثنا وسط الحقول وسوق الجملة ببلدية ورماس عن إجابات لقيمة الهامش الربحي لتاجر الجملة أنا دوقا كيما اليوم راني شريب 54 وزيدة 40 وطع الفري تعطريك وزيدة ديال الصوق عمال الفري حتى قابلك تسقى من 56 احنا أنا على ربي نبيعه 6,000 نبيعه 59,000 2,60 كل اختراء كيفة همثني على ربي ساعة هي تدي الفيدي ساعة هي تخلي درام احنا نتبعه الصوق احنا ترجع ما لا نش احنا ندي البني في استعناع عندنا من اللي ماشت ندي وستين دور وثمانين دور ومياد دور هذا ما نديو فيها همثني مش كالعقلية قول كالكتو جرام يدو يخلص هاتفة الافي بحاب عشرة الاف هذي غرنسة ما كاش منها غرفو تهاجع احنا ندارين الباطل كيما سنهاذي غالية في الفريقوات مخدمنا مدنواله لا كونطرول منا قانا مقارين ايا بسم الله جت الصابعة تعود سوفرانها جليها انتك عنا على ربي يا بسم الله في ويشتي لولا ما يديش يشري بخمسة انا خلصت الباططة البارع في معسكر خلصتها بخمسة وخمسين ويبيع فيها بثنين وخمسين في السوق خليها ستين دورو جايين بو مرداس الواتسوف بيتي اللي الكامل وحنا نمشو لحقنا هناك نشارج الباططة بستة الاف ونلقوا فيها الزرق وكانوا ونخلوا وكانوا ما نلقوش قاها اكما يا اخويا نبيعوا فيها ستا ونص البارع في تحقيقنا استغربنا ان ولاية بحجم الوادي التي تساهم بحوالي خمس وثلاثين بالمئة من الانتاج الوطني نظام سيربالاك متوقف فيها منذ سنة الفين وثلاثة عشر ومن مجموع سبعة الاف وخمسمائة فلح استفاد عدد قليل من التخزين كما توضحه الارقام التالية مما جعل هشام يمتعظ من هذا الوضع حاولنا التواصل مع مجمع المتوسطية للتبرد فريغو ميديت لمعرفة الاسباب لكن مديرها اعتذر لنا في اتصال هاتفي بحجة عدم تواجده بتراب الولاية هاية توصلت مغرفة التخزين وما كانش والو ما يمدو لكش والو ياسر ياسر حويج ناقصة هنا في الوضع الاسباب هكا الاسباب الادارات معارك للدنيا كل هنا الادارات هي معارك للدنيا كل تروح الادارة غدوة اليوم غدوة الورقة الفلانية وهي مكان والو فهمتني هلا ما الحمد لله ما عاش كيبك يدروك الدنيا كل بالمكشوف قدم عينيك أنا نطلب من خلال مدونة النشاطات يعادل نظر لأكبر يعني أكبر أكبر منتجة الآن في الجزائر بمؤشر نمو اقتصادي فأقل 240 مليار مليار دينار وين عدنا منظومة تبريدية تخزينية ضعيفة في ولاية الوضع لازم تتعزز القدرات تحت تخزين بالتبريد المنظومة تحت تخزين لازم تعزيزها في ولاية الوضع ببرنامج خاص الآن من 2013 متوقف الدعم كان عدنا برنامج دعم 170 غرفة تبريد دات 2000 متر مكعب دو ثمن فلاحين والأخرى توقفت نطلب معناها يعادة النظر بتعزيز قدرات التخزين والتبريد بولاية الوضع كولاية ذات نجاعة اقتصادية في تأمين اكبر منتوج استراتيجي يعد كثالث غذاء لشعر بالعالم بعد الانتهاء من رحلتنا نحو الوادي اكتشفنا ان تكاليف انتاج البطاطا ارتفعت بشكل كبير مقارنة بسنوات ماضية ما يجعل الفلاح يتعرض للخسارة في حال باع الكيلوغرام باقل من اربعين دينار ويدفعه الى العزوف في المواسم المقبلة كما لاحظنا ايضا ان غياب المعاهد الفلاحية والتعاونيات اثار بشكل كبير على ارتفاع تكلفة البطاطا بسبب غلاء البذور والاسمدة ووقفنا على المعاناة التي واجه الفلاح في توفير الطاقة ومختلف العتاد الفلاحي ما يجعل السعر يرتفع كما ان نظام التخزين في الولاية رقم واحد في انتاج البطاط يبقى معطلا لسببين الاول ان الفلاحين يفضلون عدم تخزين منتوجهم وتوجيههم مباشرة نحو السوق من اجل تحقيق مدخول يكفيهم للغرس المقبل دون الذهاب للتخزين الذي يأخذ وقتا في البيع مع فقدان حرية التصرف في المنتوج للدولة وثانيا ان مراكز التخزين في وديسوف لا تكفي واغلبها موجه للتمور ومن المفروض ان تنظم الدولة الفلاحين في تعاونيات تضمن لهم التزود بالمدخلات الفلاحية والتسويق بعد الانتاج لتبقى مهمة الفلاح الرئيسية الانتاج الفلاحي فقط مع ضرورة انشاء معاهد فلاحية تهتم بانتاج البذور ذات المردود الكبير بعد العودة من ولاية الوادي الوجهة كانت نحو اسواق الجملة الخضر والفواكه للتحقق من حقيقة الهامش الربحي لتجار الجملة وهل هناك وسطاء في عملية البيع الفلاحية لتجارة المال لديه الاب هم البيع كثيرا أيضا على حسب السلعة كانت 40 دولة فينو سمية فراك على حسب السلعة ونحن لامارش تاعنا كما قلت لك وبيل جدي لامارش تاعنا لامارش تاعنا هي من ويتسو في الهنى على الأقل تضي ألف فراك عندما تضي ألف فراك ما عندك خاسب الباطاطا متجيش من عند الفلاح ديلي كان وين الفلاح يدخل للسوق يكون عنده متريال يبيع السلعة تاعه في السوق وكان وين يقلع وفي الانناس تخدر إليه ما عنده سابقين 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 هل سابقين يعمل لديه ؟ لدي فلاح بدل الفلاح ويحصل بسلعة ويقومن ويقومن بانه لا يتحدث بسلعة هو يقومن بسلعة في الطرنسبور على بيلك احسب عنده شي فور عنده عنده ثلث ملايين فري منه الويتسوف بيلك تفوت قاع حتى الربع ملايين البطة في ويتسوف من الخمسة الاف للخمسة ونصف و هنا البطة هكتشوف فيها هكتشوف بعينك مثل منية وخمسة للخمسة الاف انا ما شحالك كم تديرو ستين دورو ميت دورو تلث الميت راك تلث الميت راكب مسخة ماشي صافية كيف أن مسخة فهمك المسخة فيها الشيفور فيها الخدام فيها المزود فيها كل شيء يخدم 60 دور و 400 فراك كل نهار كيفية التجارة هذه المهار ما كيش ونهار يخدمها لنهار ماشي دائم منها يقول لك تروح تصارجة تربعها ثلثلة ونهار يقول لك زي ما يقول لك فياج تربع فيها 2000 فراك في الكيلو الكيش منها كيش منها تجر الجملة في العادة ينقل سلعته في شاحنة ذات سعة 150 قنطار تصل تكليفه لكل رحلة إلى ودي سوف ذهابا وعودة في حال سارة الأمور بخير مبلغ أربعة ملايين في المتوسط تتضمن مصاريف السائق الوقود الأكل صيانة الشاحنة حقوق دخول السوق زائد أتعاب عمال تفريغ باحتساب تكليف النقل وإذا افترضنا أن تاجر الجملة يأخذ هامش ربح يقدر في المتوسط بسبع دنانير فإنه يبيع البطاطا بخمس وخمسين ديناراً بعد زيارة أسواق الجملة توجهنا لآخر حلقة من السلسلة وهو تاجر التززيع ولهذا قصدنا الأسواق اليومية محلات بيع المواد الغذائية وعربات البيع على حواف الطرق لكشف قيمة الربح من الكيلوغرام الواحد من البطاطس نحكوها البطاطا الماكسيمو لي دي 12 مئة 13 مئة هذه واحدة نبدأ نحكي لك على الفريتة على السوق تمرض دخلتها على السوق بـ 20 ألف البارك بـ 10 ألف وكل يخلصو لك 20 ألف نبدأ نحكو لك على البطاطا البطاطا شوف الطراب الماكسيمو تخرج 50-60 كيلو عندك 200-200 ألف طراب يعني ما نزيد نحكي لك البطاطا يدو 23 مئة 13 مئة البطاطا سيكون ترواس سيكون ترواس سيكون ترواس سيكون ترواس سيكون ترواس نبيع فيها ستونس هاي بلاكة قدق سنتينة هاي باينة الحالة تبرد فيها يعني مشارجي 5 أقناطر نفطار ذوب اللي نبردينها مليون الخدام يديها 400 ألف وحسب لها ترابها وحسب لها سوقها تخرج تخرج نتو وولي يخدم بالنهار كيف كيف شيعة بلا شبعة هذا ما كان أنا نروح نشريها مصوك أكفام كيفاش كاي بطاطا راي على كل سومة راي من الخمسة ألاف خمسة ونص حتى الستة ألاف بتاع خمسة ألافك تعرف كاي اللي فيها الزرقة كاي اللي فيها رقيقة بزاف كل واحدة وزومتها كما نقولوا بطاطا خشينا سومتها وحدها وبطاطا مخلطة سومتها وحدها وبطاطا درني كود بينها سومتها وحدها هنا نشروا الأموية اللي فيها حاجة قليلة تعزرطها هذيك نقاط إكسطاحا نساعدنا ونساعدوا بها الناس الظوالية كيف فهم كيفاش؟ لو كان صبت الخدمة في شركة ما نخدمش الخدمة هذي والله ما نخدمها ما نقذبش عليك أنا كوني أعطوني أربعة ملايين أنا أنا مزوج بقوله كوني أعطوني أربعة ملايين ما نخدمش خدمة هذي ما نلخر نجيبها لك ما نلخر نجيبها لك ما نلخر خاش خدمة هذي راحت بكنا يكونوا نصوروا وصاع وكما يقولوا درناهم في الحلال هذي خدمة هذوقات شوف تجيب لي كوش للدراري تربح توكلك وتسربك هذا ما كان عند حساب هاميش الربح لتاجر التزياء نجد عدة طرق هناك من يبيع بناقلة صغيرة على هاميش طرق وهناك من لديه محل والكراء مرتفع وهناك من يبيع في سوق يومي الورقة توضح أتعاب تاجر التزياء وهاميش ربحه فنجد أن الكيلوغرام يباع للمستهلك بخمس وستين دينار نشير أن سعر تكلفة البطاطا يختلف من منطقة إلى منطقة بسبب التضاريس العتاد والطاقة المستعملة اعتمدنا سعر مائة واثنى عشر مليون كمتوسط لنعرف بالتقريب سعر التكلفة سعر البيع من الفلاح لتجار الجملة ينخفض ويرتفع حسب عدد الوسطة الذين يدخلون في عملية البيع كما أن تكلف تاجر التزياء تختلف باختلاف مكان البيع الكراء المسافة والكمية التي يسوقها في رحلة بحثنا عن الحقيقة وجدنا إجماعا على محدودية نظام سيربالاك الوزير الأول أيمن عبد الرحمن أقر بضرورة مراجعة نظام سيربالاك بسبب فشله وأوجب على المجمعات الفلاحية تنظيم السوق بالتنسيق مع وزارة التجارة من أجل توفير المنتجات الفلاحية في كل وقت وبأسعار معقولة أولاً عملينا بقضية لتنظيم صح قضية المنتجة كائن الخير كائن الغير كائن الغير كائن يعني ما شاء الله وراء على بنابلي راح يطرب لقد يبعد لاتنظيم لازم نوصل للمنتج المستهلك النهائي صح ما في الواقع كما يقولون ديدو بلدو جيني ماجراتي كما يقولون فأي نصر المنتوج إلى المستهلك النهائي لكل حال احنا دلنا تقرير شامل حول نظام سير بالاك واللي اثبت فيما سابق المحدودية انتعى حقيقة يعني اتخذت العديد من الاجراءات بالتنسيق مع قطاع الفلاحة لإعادة تنظيم هذا النظام خطراش فيما سابق حتى مصالح وزارة تجارة ما كانش تتوفر حتى على المعطايات المتعلقة بالكميات انتعى المنتوجات المخزنة ولا طبيعة المخزنين ولا برنامج تفريغ المخزونات يعني يصعب المصالح وزارة تجارة وترقية الصادرات باش تأطر عمليات انتعى ضبط السوق بهذه المادة لذات الاستهلاك الوسعة سير بالاك انا نقول ان شاء الله فيش هرجام في دولة دير تدبير تخزين استثنائي لإحتساب اي ندرة في شهر افريل قبل ما يكون الموسم وبالتالي لازم يدخلوا كميات كبرى من الولايات المنتجة وربما يبدوها من الولايات الواد باش يكون تحسبا لتدبير الضبط واسعة هذا المنتوج واسع للسهلات لتفادي اي ضربة محتملة انها قد تكون في ندرتها المرات السابقة لازم نحتسبوا كل الازمات وهذه في اطار التدبير تأوزارة فلاحة والتنمير فيها من جهة اخرى تزم عدة اطراف ان فرضية تعرض الفلاح والتاجر للخسارة في تجارة البطاطا ليست صحيحة وان البعض يستعمل طرق ملتوية لتحقيق الربح وخلق المضاربة نحن نتوقع قد توقعها نحن نتوقع بأن الأسعار يصل إلى ١٠ دينار لكن لم يكن توقعوا ليس لكي أن توقعوا ليس لكي أن يصل إلى ١٥٠ دينار لأن هناك مداربة قوية بين المنتج والمستهلك ونضعك بالنجي مضاربة لا 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 صلع لنجي ونضعك قضية تحمل الفاتح نحن نضعك مضارب مزاح. هني قلتك بسهل. انا علاه مضارب يا اخي. احنا دور قاع. اش حركين موضاتات هنا في واحدة دور. اه. كان واحدة وماتين واربعين موضاتات الولادة. ما كيش موضاتات القاعدة فطورتها فلاح. هدي معروفة قاعدة. بسهل. معروفة قاعدة. بستوى الوطن. الكراثنا من الكلام هادا. يود انتم الله حسن عنكم. احنا اذن الله حسن عنكم. احنا مش عايش بدنا هات السومة. احنا مش عايش بدنا هات شوف بالسومة هذه. والله غير نحطك مضارب يا الاخر. حقيقة التحريات اللي قامت بها مصالح وزارة التجارة. مصالح الرقابة. لاحظنا خلال الحملات الاخيرة. وين ممارسة بعض. ما نقولوش تجار على كل حال. بعض الاشخاص اللي لقناهم يخزنوا كميات كبيرة. من المنتوج داع البطاطا اللي كان في هذيك الايام. الحق سعر على مية واربعين دينار مية وخمسين دينار. وهوما بالمقابل يخزنوا كميات كبيرة. وما عندهم حتى وثيقة تثبت سواء يعني عندهم مهنة نقولو انت فلاح. ولا عندهم مهنة تعتاجر جملة. ولا اي وثيقة قانونية تثبت ممارسته لتجارة معه. فلنوا في السيزوت تاع الوادك ستشره لسبعة شر. يجي بس كمين اخرى جديدة. ولاش ركام يواخر يعد عنده زوز. يقولوك هيا ما نديش الفايدة كيفية الفايدة. يوقاس امن بالله يا ما يديش الفايدة. يا الله ما يخدمها تاجر يخدم لك على 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 الاخسارة. يخلي البطاطا روح يخدم الدليعة. يخدم بصل. يخدم الديسير. يخدم اي حاجة والصح مش يخدم بالاخسارة والله ما يخدمها غير روح يقاري في الدار التجار. نعرفوهم التجار. فمتني من كم يعد عنده عاشر وكمين. بدنا نبيعوهم بالثلاثة وخمسمية ربعة الاف. ربعة وخمسمية خمسة الاف. كي نقصت شوية سلعة. بدأوا عليها الطلب بزيب. طال هاتة نقولو بدأت حتى لحقيت حتى استعلب. استعلب ما زادتش. من عند الفلح ما زادتش. إلا زادت تكونوا مهني. أنا اني حاج وخاف ربي. زاد دور وانا نتحاسب غدوة قد مربي. إلا بعتها بدور وزيادة وانا نتحاسب غدوة قد مربي. اليوم شمعت البطاطا كي تهمناهم. قال لك من يخدموش. اللي يقدر اللي يقدر يخدم البطاطا يتفضل. ونعطوه كل الإمكانيات. كملخص لتحقيق نا. وجدنا نبيع الفلاح البطاطا بسعر خمسين واربعين دينار. يضمن له هامش ربح محترم. وبع تاجر الجملة البطاطا بسعر خمسين وخمسين دينارا. بهامش ربح عشرة دانانير. يضمن له أيضا ربحا جيدا. كما أن بيع تاجر التجزئة البطاطا بسعر خمسين وستين دينارا. يضمن له كذلك هامش ربح محترم. ومنه نستنتج من هذه الأرقام أنه يستحيل أن ترتفع أسعار الكيلوغرام من البطاطا فوق عتبة السبعين دينار. لما ترتفع الأسعار فوق السبعين دينار. مثل ما حدث شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. ووصلت إلى أرقام قياسية بلغت مائة وخمسين دينار. فهناك كانت حتما مضاربة صريحة. وهذه الأسباب التي ترفع من سعر البطاطا. منطق العرض والطلب. أي أن سعر البطاطا يرتفع إذا كثر الطلب على المنتج. وقل العرض في أوقات الإنتاج غير الموسمي. تخزين البطاطا من طرف الفلاحين والتجار. بهدف إفراغ السوق من المنتج. وهو ما يسمى بالمضاربة. دخول الوسطاء الذين ينتهزون اختلالات السوق. من أجل رفع سعر المنتج. وتحقيق ربح أكبر. في تحقيقنا لاحظنا أن الفلاحين الذين قابلناهم أرجعوا ارتفاع تكلفة إنتاج البطاطا إلى عدة نقاط نستعرضها في هذه الورقة. بحثنا أيضا في الانترنات وتواصلنا مع خبراء اقتصاديين. ووجدنا سعر كراء حاوية واحدة لشحن هذه المواد من فرنسا مثلا. ارتفع من الف وخمسمائة دولار إلى خمسة آلاف دولار بداية الأشهر الأولى من سنة الفين وعشرين. بفعل وباء كورونا. بالنسبة للغلاء نوافقك. هي على مستوى السلسلة اللوجيستيكية العالمية الدولية تأثرت كلها بكورونا. والآثر هذا ماشي 18 شهر. هذا كلها كما يقول الاقتصاديين كل يقول لك باللي الغلاء هذا اللي تأثرت به السلسلة اللوجيستيكية العالمية يأثر على الأسعار مباشرة. وماشي حتى 18 شهر. على مستوى كل الدول. يعني الحاوية اللي كانت تنقل من مثلا من آسيا إلى أوروبا أبل ألفين وسبعمائة عاد تنقل بعشر آلاف. وكانت تنقل من آسيا إلى جزائيل حتى بطاش نافة وخمسمائة. يعني الحاويات على المستوى النقل. على مستوى المدخلات كذلك. كل ذلك. بطبيعة الحال المكننة لها دور كبير جدا. حتى في تحسين يعني مردود الإنتاج. ولهذا نحن يعني في وزارة الفلاحة نقوم بدعم يعني للعتاد الفلاحي بصفة عامة. وكذلك بنسبة المراسيم التي بادرت بها وزارة الصناعة. لكي تسمح للفلاح باستيراد خاصة النعتاد الخاص. قد يتساءل من يشاهد هذا التحقيق. لماذا لا نلجأ إلى استيراد البطاطا ما دمنا لا نستطيع ضبط أسعارها بما يتناسب مع دخل المواطن البسيط. إبراهيم مستورد ومصدر للبطاطة. يقدم لنا تكاليف البطاطة المستوردة والتي تعتبر باهظة إذا ما قارنناها بالأسعار المحلية. كي تدير حسابك بارك. بريدو روفيان تعمل هي كي تجيب هامل هي بطاطة صون ترجع المسل على تطول الناس على أسعار المستوريات ويجردون 32.40 دورات من جلبًا ترجع 8 دنار ترجع او الإخضاء بإجبار الإجاب والميشن على المسلات في الواقع والثانيaw يرضى الأهلكم هذا هو المعط يوجد دوائم المعطف بالخطواتية يوجد دوائم المعطف بالتاركسية يوجد 30% ومعطف بالحترام ويوجد دوائم المعطف من الدوائم وهذا تكون لدينا مجتمع للشعر لانتسجر للشعر للدولة تصدير المعارفة لان الناس يتعطون على متفاقات للشعر لن اتسجروا من خارج لذا ألقى احد الأسسان وفقا لقانون العرض والطلب ومن خلال احتكاكنا بالفلاحين والتجار اكتشفنا أن غياب ولاية الوادي عن الإنتاج شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعى بدليل أن ولايتين الأغواط واتبس فقط من كانت تنتجان البطاطة غير الموسمية فلع حاجة قليلة هذا كله كان طلعت البطاطة ولا تدير البطاطة سابعة لديك الموشات ثلاثة من ليلة في تسعالير ولا الطالب أكثر من العرب هذه والبطاطة ذو كان الانتاج راكين اليوم المراحل تعلجني الناس اللي غرسوا مبكرين بدأوا الجني في أول مرة في ثلاثة نوفمبر وين كانت أسعارها فاقت المئة وثلاثين دينار الحمد لله الآن البطاطة موجودة في ولاية الواد بين الخمسين وستين دينار هذا قمة التحدي وربما شهدت استقرار هذه المادة من خلال تتبعنا لحلقة انتاج البطاط تخزينها وبيعه لقينا إجماعا من عدة مسؤولين أن من أبرز الحلول لتنظيم شعبة البطاط إضافة إلى ما ذكر سابقاً التوجه نحو الصناعة التحولية وإنشاء تعاونية تتيح للفلاح التزود بالأسمدة البذور ومختلف المبيدات التي يحتاجها وتضمن له تسويق منتجاته بهامش ربح معلوم لا يمكن أن نتطور خاصة بالنسبة للشعب الفلاحية خاصة البطاطس كشعبة هامة وإن مرة كين فائض مرة كين إشكال لازم هنا في غياب كل منظومات في العالم الفلاحة أعدم الصناعة التحولية لأن الصناعة التحولية هي عبارة عن فلاحة تعاقدية وهذه اللي تخصنا في الجزاء اليوم أنك تزرع أصناف يعطيها لك الممول اللي هو صاحب المصنع يعطيك أصناف يمولك بكل متخلات الفلاحين بعد يقتطع عليك في الجني تتفهمتوا إياه على برنامج فلاحة تعاقدية أنك يدي عليك المنتوج ضمان تسويق وهذه اللي يلازم نحن جادين في وزارة الفلاح التنمية لكي نساعد ونرافق الفلاحين يعني بشي لمور وحهم في تعاونيات فلاحية وهذا يسهل أولا بما أنها تعاونية يسهل للفلاح بأن يعني يعني يقوم بتخفيض كل يعني كل ما تكون هناك تعاونية هناك تسهيل لتسويق أو حتى للإنتاج يعني المصاريف حتى المصاريف يعني تكون منخفضة بعد سماعنا لكل الأطراف رأينا أن أبرز المساهمين في رفع سعر البطاطا المدخلات الفلاحية والعتد التخزين المضطرب أو غير المنتظم كثرة الوسطى وغياب الرقابة على مستغلي فترات الندرة للمضاربة ضف إلى ذلك تكاليف النقل والكرة بالنسبة لتجار الجملة والتزيئة ومن المفروض إيجاد سيغة لهيكلة شعبة البطاطس والبيع مباشرة من التعاونية نحو سوق الجملة رقمنة القطاع لمعرفة طريق البطاطا من الزراعة وصولا لتاجر التزيئة مع ضمان تخزين الكمية التي تكفي لتدعيم السوق أو قات إنتاج البطاطا غير الموسمية التوجه نحو الفلاحة الذكية باستعمال المعدات الفلاحية الحديثة مع دم إهمال المرافقة الفلاحي في جميع مراحل إنتاج مادة البطاطس بأنظمة مقننة ومرقمنة كفيل بأن يضبط أسعار هذه المادة ويجعل الجزائر قطبا هاما ورقما صعبا في معادلة إنتاج مادة البطاطس وتصديرها إلى الخارج وطي أزمة المادة الأكثر استهلاكا لدى الجزائرين ترجمة نانسي قنقر